كل عام حضرتك بخير سادة المشاهدين الكرام كل عام أنتم بخير بل أنتم الخير لكل عام كلاهما ملزم لكنه ملزم أن يجبر خاطر الآخر وإن الكيل الذي تكيل به للناس يكال به لك وكما تدين تدان الأصل في الزواج السكن والمودة والرحمة قال تعالى عن المرأة وهي آية من آيات الله في الكون ومن آيتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أعز حدث تركزي على كلمة من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة في مطلع سورة النساء وهي السورة الرابعة في القرآن بعد الفاتحة والبقرة وآل عمران ولا توجد في القرآن سورة تسمى سورة الرجال علشان جماعة اللي بيقول حقوق المرأة يعني قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء أراد الله أن يخلق من غير أب ومن غير أم فأتى بحفنة من تراب وقال لها كوني آدم فكانت وأراد أن يخلق من أب دون أم فخلق حواء عليها السلام من ضلع آدم وأراد أن يخلق من أم دون أب فخلق عيسى عليه السلام وأراد بعد ذلك أن يخلق سائر الإنسانية من أب وأم فخلق سائر الخلق من بينهم سيد الأكوان صلى الله على حضرتك تعالي بقى حضرتك نشوف الحقوق والواجبات قال الله تعالى عن المرأة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة هذه الدرجة درجة تكليف أم درجة تشريف هي درجة ربنا سبحانه وتعالى بيفضل بها الراجل كده ويكرام ويرفعه على الست كنوع من أنواع التحيز ولا ده تكليف على الراجل درجة تكليف لأن الراجل مأمور بالإنفاق والسع والعمل حتى وإن كانت المرأة مرأة عاملة ولها مرتب فلها ذن مالية خاصة تحتفظ بها وإن شاءت أدخلت من هذا المال في بيت زوجها لكنه مأمور بالإنفاق عليها وبتمريضها وإطعامها وكسائها ودوائها ومؤنتها والسكن إذن هي مطلوب منها المودة والرحمة لأنها هي الوطن الذي يعيش فيه كيف للإنسان أن يلوذ بوطن غير آمن والمرأة غير مطمئنة غير سكنة بتحاول أن تعير الرجل بما تفعل منذ أن ظهرت هذه الجمل الستة ملزمة ومش ملزمة وتعمل إيه ومتعملش إيه وبدأ النكش صحيح في بيوت الإنسانية مش المسلمين بس النكش بباب من أوجه مين عليه ومن لي ومن لي كلاهما عليه أن يتق الله في الآخر لسدن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقف خطيبا في الناس فقال أيها الناس اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ألا فاتقوا الله في النساء ألا فاتقوا الله في النساء ألا فاتقوا الله في النساء ده معناه إن الزوج يتقن لها في النساء والمرأة تفعل ما بدلها طيب إذن الأمر في كل الأحوال هو عملية توفقية ومنهج روحي مستمد من المنهج الرشيد المحمدي اللي هو منهج إيه منهج العمل على أن تعيش الحياة في سكون وهدوء وسعادة منهج صناعة السعادة صناعة السعادة بيد الأم المالكة ربة الأسرة ربة المنزل اللي هي تعتبر قائد السفينة لأن الأم كما وصفها شوقي مدرسة الأم مدرسة أعددتها شعبا طيب طيب حضرتك لما تيجي النهاردة تتحدثي عن أمي كل واحد فينا ينظر إلى أمي على أنها أفضل سيدة في الكون ومن من النساء كأمي إذن من أسعد أمي فقد أسعدني ومن رغب في صناعة السعادة لأمي فقد صنع السعادة لي لأنها هي الأصل التي حملتني في بطنها جنينا وربتني في حجرها وليدا وأرضعتني من ثديها صغيرا وأوفدتني إلى الحياة رجلا كبيرا ولولاها ما وصلت إلى زوجتي